وبعدين تطلع اتنين عواجيز زي دولي عالمسرع لا انا لسه عايز اجيله على افكار ياه وعايز انت استوحيد ده منين يعني كل تفاصيل اليوم ده اه شكل لا هو 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 ميزة النادي الاهلي وعظمة النادي الاهلي في ايه الوفاء لا انت بتلعب في ملعب بسهل قوي عندك حاجات عظيمة كتير قوي اللي انت عايز موجود انت لو ودتني نادي واخد بطولتين افريقيا بطولة افريقيا هعمل له ايه عمل له نجمة حطها كده يعني زي اللي طلعناها على المسرح نتصور معها ايه دي النادي الاهلي هتعمل ايه هتحط النجمة العشرة على التيشرت ولا هترسم العشر نجوم على المدرج ولا هتعمل برج بطوله عشر دوار فيه عشر فيه الثراء هتكرم ناس مهمة زي باش موانت ساعدلي وكابت المحرم الراغب او زي والدة محمد عبدالوهاب الله ارحمه او زي حبيبي اللي اعب بتفرج علينا دلوقتي وبعاتلي بعاتلي يا حبيب قلبي مؤمن زكري يا حبيبي اللي انا قنيت لي و جيانا فاروق بس يعني مؤمن انا بحقيي من هنا اتمنى يكون لسه بيتفرج فانا بسلم عليك جدا يا مؤمن وبقولك ان انا بحبك جدا جدا و مبسوط قوي ان الحلقة انك بتفرج على الحلقة و ان الاغنية عجبتك و ان الحفلة عجبتك لانه بعاتلي على طول بعد الحفلة وكمان بعاتلي دلوقتي و احنا في الحلقة فبسلم عليك جدا ما بحبك جداатов فعال عندك مساحة ان انت تخلق افكار وتبتكر انت وكل الناس اللي معاك قلنا نعمل المسرح على شكل اجنيحة النصر اللي هو لو حداك خدت بلك الضلوع يعني عندك الموضوع الصراحة كافكار وكرياتيفتي والله ما يليق بالندي الاهلي ينفع نعمل الحسن مكابي كتير ارجع اقول الكوردنيشن عملية ازاي تعشق كل ترزي مع بعضها وتدرها دي عملية والله يا جماعة لو ما عملش حاجة تاني غير دي يبقى كان عمل عمل ضخم جدا فتخال بقى انه بيخرج وبيعمل انا اقول لكم حاجة عشان الرجل ده اخد حق طبعا عشان تطلع فلوس وتدخل ادارة مالية وتعمل اجراءات مالية وشكاية وصرف ومستندات عملية شقة جدا انا عارف ان الكلام ده كله انت اخدته وبعدين حتدي كل واحد حقه بعدين لكن انا عارف كمان ان انت عشان تساهل على النادي الاهلي انت في اجزاء من هذه الحفلة تحملتها بالكامل مظبوط مش يعني يعني واللي ساعدك على كده انا متأكد ان فيه ناس قالت لك واحنا برضو مش عايزين حاجة حاتش قال لي كده حاتش قال لك كل خطف لا بحظر لا بحظر لا بحظر لا بحظر لا كل الناس كل الناس الحمد لله بتيجي تشتغل يعني انا عاجة قولي الاغنية مثلا لا بس غير قبل الاغنية الاول التنسيق طبعا والكوردينيشن ادارة الاهلي التنفيذية حق ربنا وفريق الانتاج اللي معايا بقى بقيادة محمود اسامة واحمد مالك وبقية الشباب كلهم ويوسف وتيم تاني خلاص بقوا وعارفين هم ما بيعملوا ايه كمان انا الحمد لله بعد وده اللي تعلمته ببره بعد ما بتعمل سيستم خلاص الامور بتمشي لوحدها يعني بتعمل نظام خلاص الناس كلها بتمشي لوحدها فطبعا التنسيق ده كان ما بينهم الناس اللي جاي تشتغل كلها جاي تشتغل لكيان كبير اسمه النادي الاهلي فبيشتغلوا بحب وعارفين ان هم بيعملوا حاجة للتاريخ فكل واحد عايز يبقى جزء من ده انه هو يشترك في الحدث ده بس كده